وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 274 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع التراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 192 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تمضبط أكثر من 52 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 613 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و79 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وتم ضبط سبع قضايا بمضبطات بلغات قرابة 60 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي